مرحبا بكم في فيديو جديد و بلان جديد الفيديو ديال اليوم كما تشوفو نهار الفيديو التاني من بعد ما شريش هاد الفريخات هادو فقدين بدى ندريسي ندريسي و هم بدى نخدم معهم اي طاب اي طاب كما تشوفو هادو راوليدات الروس ماشي الفيشر كما كان في الفيديو اللي قبل و معايا هادا وليد ديال الكالوبسات الحمدولله هان شرام ملفين السورين كتبارة الله اللهم مبارك فانا ده بقدين قاخد دم عم اي طاب اي طاب ده بكن كنعلمهم غير الماكلة والفوني والفلي المهم هنا ايا هاد الفيديو اللول على ناقش واحد الموضوع اللي هو مهم هاد الموضوع هو ديال الماكلة دياله علاش لان الماكلة هو العنصر هو اول عنصر وعنصر كبير ومهيم اللي كيلة بتربية ديال الفرياخات علاش لانه قد ما كانت بتغديم زيانة وفيها مجموعة ديال الفيتاميناس وديال الكالسيوم والفروشيناس سوف يحافظ على الصحة ديال الطوير دياله والعديم دياله وتكون وفصح حجينا حتى هم مرة بحالهم بحال باشار الموضوع اللي يطيحوا فيه هم تينام بعد البيع وشترى يا الله يهديهم هم كيبيعون لك شي ماكل اللي كتكون منشوشة وكيقولون لك ها درا افانتي اه وهاد شراب عن تجريبه رماشي قالوه ليه ولا شلابه ولا شراب عن تجريبه المهم البلال اللي كان وقع ليه هو كنت مولف كنناخد الماكلة من عدو واحد مول الماحال فمشي كنناخده من عدو واحد مول الماحال والمهم البلال اللي غادي وقع كنت في شريت ذاك الفريخ وفي حومتنا حومتنا ماكيش شي واحد اللي كيبيع الماكلة ديالترايصاش فمشي الافانتي اه فمشيش عدو واحد خونه صافي بيتني اخوه يعطيني افانتي اه دي بدي اي واحد الافانتي اه لقيش فيها افانتي اه فمشي ستيش ما ملقيش فيها المكونات لوارد فمشي مشكلة انا نضيب باني بيتني حل تدرع اخونا ما عندوش من غير ادي فقال لي يا رمكينة المهم مني اديشها النهار اللول كنوكل بها الفريخ ما اديش ما اجبش فيه النهار اللول رازع مرة الفريخ رمكيه دامش ديك الماكلة ما اديش ما ما اجبش فيه ما يمكنها ما قلت لها ما هيشباع ما قلت لها ما الوالدة مني اجب خدمات ما قلت لها الوالدة والخوه اللول اللي تكون وكله ما نسوه لهم ما قلت لهم وماش وكلت خلال فريخ يقولوني اللارمه هو كناش كنشوف يجيش في الليل يجيش في الليل عوشانين الفرخ باقي هو هاداك الحالة دياله وكتزيد تشوه بشي تجي الزاء عفانتي اهولا نديرها وقايشوا بالليديك لما كيهدماش قاعد ما كنتهدمش جبتني لك الخلد ديال التفاف تشرب شوليه والو مدار معه والو شوية وندم قاييفة بقاش عدي ديك المرحلة يا اما نشق ليه هاداك العيبة من هنا ينخوي لي ديك الماكلة يا اما القاييف فاختارت ديك اللايبة ديال مقاييفة قاييته اخويت ليه المعدة دياله اخويت ليه المعدة دياله ووالو الحالة دياله متحسسناش جبتليه خلد ديال تفاح درشوليه مع المسخون درشوليه مع المسخون درشوليه مع المسخون ووالو تقول ذاك الفرخ وش بغيش حسن وقدر الله ما شاء افعل فمشي فرييخ ماشي مهمش نوريكم في المونتاج را قدي نوريكم الحالة ديال الفرييخ كيوالله انا كتجيبشو من اذ مولاس حسنها فمشي شنيشو باخير المعدة عنده خاوية فمشي المشكيل كان عنده في الماكلة فمشي في ذاك افنتي اه اللي عطيش انا را دبرا كنخاف عليه ولا يطيحه هنا فعليش كنقول لك اخوية اذا كنتي قدي تشري واحد الماكلة بسألنك شو كلان الفرييخ ديالك او بحالة قدي تشري الراسك او بحالة قدي تشري الوليات صغيرة ذاك الحليب بحال ذاك الحليب اللي كيرتدعو فيه راح شواء انواع فمشي اللي كي يعطي الوليات الصغيرة راح شواء انواع فقد الدماء حاولت انك تاخد شي حاجم زيان وتشوف المكونات اللي فيه را ما يهمش تشمام لان الصحة ديال الفرييخ ديالك را هي الاساس فانا اخديش واحد المالكة فريدي اه يلي كنتي نوكل بها اصلا قبل وارجع الدماء كنتي نوكل بها انا قد نوريها لكم يعني غير باش تيفيدتي ذاك المشكيل اللي تحت فيه انا انا كنحاول فادل قاناش يعني نخليك تيفيدتي انك تحت مشاكل بحال اللي تحت فيه انا وتخسر فرييخ ديالك را انا را ما شيء مهم انا را ما يبقوش فيه الفلوس انا را انا را الفلوس را عدي هاني تبشي وتجي المهم انا عدي وصحة ديال الفرييخ انا لان الانسان يقدر يتألم ويقولك انا راني مريض رادار راني واحد ولكن الحيوان او لا الطوير او لا او لا شيء شكاء ما كيهدرش وما يقدرش يقولك راني كنتألم همشي ما يقدرش يقولك راني كنتألم او لا او لا راني مريض فلذلك باش انك يقولك الواقايا خير من العلاج انك باش توقيع باش تحميل الفرييخ ديالك اول حاجة اخد لي شيء ماكلام زيانا انا ما يهمش شامان ديالك شامان ديالك شامان ديالك لا يهمش لانا اللي مهم هو ان الفرييخ ديالك يكون في صحة جيدة والمهم من هالشي كامل هو الفرييخ كما قلت لكم يكون في صحة جيدة وحاول ان كنادا بغد نوريكم ما مشي اشهار ما بغيش ندير الاشارة لشي واحد مي حاجة اللي كتكون مزيانة واللي غدا تنفعكم را غدا نوريها لكم فا فا كما قلت لكم ان شاء الله الفرييخ ديالك ان شاء هو ان شاء الله لاحظك هاد والله يمكيش بح والله يمكيش بح هادو مباغنشي اياكلوا كالوبساش ما كيشبعش بحالو بحال الروز ولا الفيش الفيش ما كيشبعش ما كيبقاش عاود اياكل هادو كيبقى اياكل مهمة غير قبلو علينا بهاد و بهاد الشي هادا را كيما كتشوفو هان شو ما لوليدات الله ومبارك انا نقرب عليكم هان شو ما الله ومبارك وازد في ذلك مهم هدا غير اول فيديو اليوم ولكن ربق اسمية ما عرف شنو غادي نسميهم لذلك رادي نطلب منكم شو ما تسميهم لي وكما قلت ليكم هان شو ما رأى بشي حاجة بسيطة بشي حاجة بسيطة نقدروا اننا الخلقوا الساعدة واننا ننمارسوا ذيك الهواية وذك شي اللي كان بغير فعلش لانه مش دروري عد ما تكون عندك سورينك بروفيسيونيل بش بش تسمى انت راك نادي او لا بش تسمى انك راك انت بروفيسيونيل وانك راك واعر في الدريسات حش كان اللي يجي يقول يشد صورينك بشي شريها ويجي يقول لك انا راني دريسة وكان واحد نوع شنو يقول لك انا الطائرة عدي مدريسة الطائرة ماشي يقول لك طائرة بزاف دي الخدمة خسك تخدمها معاه وبزاف دي اللي زي طاب وخسك تعطي الخاطر راكي ما قلت ليكم الماكلة مهمة لان اهم حاجة عن الطائرة هو انك توكله مزيد وانك تهتم به وانك تخدمها فهمتي انك تخليه احس انه معاك راك مرتاح وانك راك شي واحد شي انسان المهم بالنسبة لي لانك اذا ما اعطيت ايش ذاك الاحساس انه واحد حاجة مهمة تقدر راكي تتوكله راكي طائرة ما تخدمش عليه وخصا في المرحلة دي الصور حاول ديما انك تخليه يكون اكشيف تترك تخليه يكون عندك السوران في الاول هذه هي اطاب المهمة في الدرسة عاد من حدوك يكبر ومن حدك انتك تزيد تخدمها من حدوك يكبر وانك تزيد تخدمها وانترى كان ينشيحوا انتك تكتشفهم باللي كان الفريخ يديرهم زوان ومن يقدر يديرهم فمشي ماليسانسيال في الاول هو انه يولف السوران بحلقة انك تخدم عليه انه يولف السوران تقول لي بغيت لاعلي السوران تقول لي تبلي السوران شي حاجة شي حاجة هي ذي كلب الزولة دي بحل ذاك الفريخ بحل ذاك العجين منك يبغي بشي يرضع منك يطلقوا وعلموا كيف يجري يرضع منك لماذا تبلي؟ بحال كيك السوران في الاول انا دا بعدها النهار لا ترى كيف يفشخ الدم شي حواج اللي عادية واللي ضروري هو انك تنقلهم وتنطويلهم البلاسة اللي غادين يكونوا كيف يشوف فيها ولا كي ينعسو فيها وانها تكون دافية واش فيمشي؟ ضروري نجيرال العيباش هادي من بعد انا غادين وركم بزاف ديال الحويج دابة هنا يا تلف شغير في السميات فهمت؟ باقي معرف شنو غادين سمي باقين هادو باقي انا معرف شنو غادين سميهم هادو هادو هادره باقي شاووا معرف شنو غادين سميه واشا الله اقراب يكبرو واشي كبرو وراء عرف شش حال خاصة ما شحال ديال المعانات شحال ديال الوقت مشي كامل يعني حاجة واحدة اللي غادي نطلب منكم قبل ما ننسى لهذا الفيديو هذا هو اللي مازال ما الشاركش في القناة يشارك في القناة وفعل زر الجرس باش يوصلوا اي جادير وما تنسوش دخلوا عندي الانستغرام والفيسبوك هنحط لكم لليا ديالهم شاما وغادي نطلب منكم طلاب واحد وانكم تدعمونا باش اننا نوصل الالف مشارك في اليوشيب فهذا الشي كامل غادي يكون بالدعم ديالكم لان بلا بيكم شو مرة ما نقدروش نطوروا هاد المحشاوة وان شاء الله غادي مع السمرار ياوادي غدا تكون شاي حاجة اللي واعر او اللي غدا تكون زوين او اللي غدا تعجبكم وانا نحاول ان نتنفلوبي الخدمة ديالي مع الطويرات ما تبقعش غير الخدمة بحالك باش انك تنفلوبي خس كونها لغاية الخدمة 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 ما تحبش اخوي لك تكت امن براسك ومباغي توصل لواحد الحاجة دير اللي عليك ما يهمكش بنانا ما يتحمك تشي لعب دير اللي عليك وخليل كامال على الله المهم انك تكون كتدير واحد الحاجة اللي انت كتعجبك ولي انت مرتاح فيها فهمش وانا را الطويراش را انا وما حياش فمشي را وما كلش را بلابي اوما كشكون حياتنا دايزة موت سيلونس فمشي فلا مغنقول لكم عما الكورة بنيدتكم دا بق فبارطها جيو الفيديو مع صحابكم فكما قلت لكم في اللون عودة نفكركم را هذا هو النهار اللون ديالهم مع الخدمة اول حاجة اللي دايزة ملقيش معهم مشكلة هو انهم ضغياء تاقلموا مع السورانج علاش حيات السيد اللي كان عدمت هو كان كي يخدم معهم الى السورانج يعني ملقيش معهم صعوبة دابا دابا من بعد انت نخدم معهم اي طاب كل نهار غدين نخدم معهم حاجة جديدة من حد دموما كي يكبروا من حد دموما انك تزيد تعلموهم فقبل ما غدينسالي هاد الفيديو غدين بغين نقول لكم كيف ديمة دمتم في رعاية الله وحفظه وانتلاقاوا في فيديو جديد وبلان جديد ترجمة نانسي قنقر